السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير في الفيديو ده النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنشوف مع بعض ازاي تقدر تنازل برنامج الواتساب على الكمبيوتر. هنشوف ها الطريقة الصحيحة ايه وحنتكلم مع بعض عن كل الطرق ان شاء الله. بس اما حاجة قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تنزل بسرعة تعمل لايك للفيديو وشترك في القناة فعال الجرس. وما تنساش طبعا الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. دعموك يا جماعة اللي بيفرق معنا فياريت على قد ما بنتعف في فيديوهاتنا وبنحاول نجيب لكم كل الحاجات اللي نقدر عليها تدعمونا وكده يا جماعة. النهاردة يا جماعة هنتكلم مع بعض عن ازاي تنزل برنامج الواتساب على الكمبيوتر. خلينا نشوف مع بعض بسرعة الكلام على ايه. بس اما حاجة في الاول صلي على رسول الله. وخلينا نشوف مع بعض الكلام على ايه. طيب يا جماعة اول حاجة حنعملها ان احنا هنفتح بتاعنا او الكمبيوتر بتاعنا. مبدئيا في نسخ كتير للكمبيوتر واكيد كلنا عارفين النسخ دي مثلا ويندوز سيفن في ويندوز ايت ويندوز تين ويندوز اليفن وهكذا يعني فيه انواع كتيرة للويندوز فاحنا المرة دي او في الفيديو ده هنشوف الطرق مع بعض. مبدئيا هنتكلم عن لو انت نسختك نسخة ويندوز تين او اليفن. يعني انت لو نسخة الويندوز بتاعتك تين او اليفن الطريقة الصحيحة ليه ايه? بص يا جماعة ويندوز تين او اليفن بينزل معاك كده برنامج تحت بيبقى معنا بالمنظر ده اللي هو مايكروسوفت ستور. البرنامج ده بيبقى عبارة عن البلاي ستور او جوجل بلاي او اي حاجة يعني عموما بتنزل حاجات على الموبايل على حسب بتاعك ايه? فاحنا يا جماعة ممكن ندخل على المايكروسوفت ستور ده لو انت ما لقيتوش هتيجي هنا في السيرش اللي تحت دي وهتكتب المايكروسوفت ستور. فحن يجي هنا نكتب مايكروسوفت. هتلاقيه طلعلك معنا بالمنظر ده. لو العلامة مش موجودة عندك تاعة. فانا موجودة عندي تحت فخلاص دست عليها فتحت المايكروسوفت ستور. المايكروسوفت ستور يا جماعة هو يشبه جدا البلاي ستور اللي على الموبايل. فزي ما انتم شايفين اصلا اول حاجة طلعت لنا هنا موجود الواتساب. البرامج كلها تقريبا اللي بتنزل على الموبايل تقدر تنزلها من هنا. وبطريقة سهلة وجميلة جدا. فزي ما انتم شايفين عندنا هنا الواتساب لو انت ملاقيتش الواتساب هنا ممكن تيجي فوق هنا على من هنا وتبدأ ان انت تدور عليه لو انت حابب تنزل برامج او كده. فهتيجي تحت مسلا تبدأ تنزل شوية لحد ما تلاقيه يعني هتدور عليه هتلاقيه موجود طب لو ما لقتوش ممكن تيجي في علامة اللي فوق من هنا. وتيجي كاتب الواتساب. فزي ما انتم شايفين يا جماعة عندنا نوعين من الواتساب. الواتساب والواتساب بيتا. فانا لو دخلت على الواتساب كده بالمنزر ده. حابدأ ان انا اشوف حتى الريد بتاعه عالي وحابدأ ان انا اعمله انستول. فانا عايز ننزل الواتساب النسخة دي. فهننزل لها وعمل لها انستول. طب فيه النسخة التانية الواتساب بيتا. لو دخلنا كده على الواتساب بيتا هي نسخة تانية برضو من الواتساب. انت شوف انت حابب تنزل ايه انا عملت على الواتساب دونلود فالمفروض ان احنا عشان عملنا لها الدونلود هتبدأ تلاقيها ان هي بتنزل في لو دخلنا هو على هتلاقي ان الواتساب هي مساحة الواتساب كام اتنين وتمانين ميجا فزي ما انت شايفين هي هنا بتبدأ تحمل معنا بالمنظر ده لو دخلت عليه او على من هنا هتلاقيه ان هو بدأ يحمل معنا فزي ما انت شايفين على حسب سرعة النت هينزل معاك البرنامج مساحته مش كبيرة فانت هتستنى الاثنين وتمانين ميجا دولي انزله وہتبدأ تلاقي البرنامج اشتغل معاك فاحنا هنستنى الدلوقت الاثنين وتمانين ميجا دولي انزله علشان نشوف مع بعض هنعمل ايه بعدها طيب يا جماعة بقى زي ما انتم شايفين الاثنين وتمانين تزله دلوقتي بقا بيبدأ يعملنه ما خدش وقت ااصل ما وهو بيعملنهصل كل انت هتعملنه ان انت هتعملن من هنا هي تلاقي ان البرنامج بدأ يفتح معاك بالمنظر ده. طبعا هتبدأ هنا هو هنا بيقول لك بتاع ايه ده اخر هتبدأ تعمله بعد كده طبعا احنا عارفين العلامة دي كل اللي انت هتعمله ان هو بيقول لك هتفتح الواتساب من على الموبايل هتفتح عادي الواتساب بعد كده هتلاقي فيه تلات شرط فوق على اليمين او على الشمال على حسب لغة الجهاز عندك بعد كده هتدوس على او يعني وبعدها هتختار او هتختار اللي هي ان انت تعمل اسمه ايه اللي هو تتصل باجهزة يعني فهتبدأ تدوس عليها بعد كده هتعمل وحتبدأ تدوس ان انت عايز تربط حساب عمل ربط حساب وبعد كده هيبدأ يفتح لك الكاميرا هتوجه الكاميرا للعلامة دي هتلاقي الواتساب تفتح على طول عندك على الجهاز طيب علشان بقى تفتح بسرعة الجهاز على طول تبدأ تيجي هنا تضغط عليها من هنا وتبدأ تعمل لها اول ما تعمل لها لو قفلت البرنامج كده هتلاقي خلاص الواتساب عندي تحت اول ما احتاج افتحها هفتحها وخلاص هرقين ان دخل على الحساب بس طبعا عشان ما دخلتش حسابي فهعمل ومن هنا ابدأ اختار حسابي بس يا جماعة دي اول طريقة احسن طريقة لويندوز تين وويندوز اليفن بالنسبة لي فكده احنا نزلناها بالطريقة دي للوقت بقى احنا نتكلم عن باقي الويندوزات التانية وبرضو ويندوز تين وويندوز اليفن لو انت مش حابب الطريقة دي ممكن تنزلها ازاي ممكن تنزلها عن طريق ان انت هتنزل برنامج هتدخل على اي متصفح عندك مسلا دخلت على مايكروسوفت ايج فحاجي هنا تلات شرط دول انت طبعا عادي هتبحث بس انا عشان ما يتحفظش الحفظ البحث ده عندي فبحب يعني ان انا افتح صفحة مخفية فزي ما انت شايفين لو جيت هنا في السيرش كتبت لو كتبت يا جماعة بالمنظر ده هتلاقي ان هو ما كتبش ليه ماشي يا جماعة برنامج برضو من البرامج او البرامج اللي بتخليك تنزل البرامج والالعاب بتاعة الموبايل برضو اي حاجة موجودة عن موبايل تتنزلها من هنا فزي ما انت شايفين الواتساب موجود عندنا انت بتنزل على حسب نسخة جهازك لو هتنزلها الاتنين وتلاتين بيت لو جهازك اتنين وتلاتين بيت ولو عملت دول نوت دي هتنزل الاربعة وستين بيت تمام يا جماعة هتبدأ تعمل لها ده واندول كنت منزل الفيديو زي تنزل البرنامج على البي سي على الصفحة عندي لو عايز ترجع تشوفه تشوف طريق التنزيل وطريق التثبيت وهي سهلة جدا يعني فانا عندي البرنامج فين فين انا منزله يعني اهو زي ما انت شايفين البرنامج عندي بالمنظر ده فحابدأ ان انا اشغاله زي ما انت شايف اول ما دخلت عليه هيبدأ دلوقتي يحمل معي البرنامج وهيفتح بكل سلاسة يعني هنبدأ نفتح مع بعض البرنامج كده لو دخلت عليه كده هتلاقي هنا في مي فوق هتدوس على مي دي وبعد كده هتبدأ تنزل هتبدأ تعمل له هو بالنسبة لي بصراحة ما لوش لازم ان انا اعمل له بس انا هعمل له عشان اوريكم الطريقة ايه ان انا كده كده نزلت الواتساب فانت لما بتعمل هو بيحمل بس مش ظاهر لك يعني هو مش ظاهر ان هو بيحمل بس انت بتسيب هو بيحمل شاهمني عشان محدش يقول انا دست عليه ومحملش لا هو بيحمل زي ما انت شايف بيعمل بس ما قبلناش اي حاجة فحنستنى هو مش حيطول يعني زي ما انت شايف هو عامل ايه نصف رفل ما هو المفروض ما بيطولش خالص بس على حسب برضو سرعة ان ابتت عندك هنستنى نشوف هيعمل ايه المفروض ان هو هيفتح على طول فاحنا هنستنى ونبدأ نشوف مع بعض الكلام طيب يا جماعة ما عرفش هو بقى له تلات دقايق تقريبا ما فتحش فاحنا هنستنى ينزل عبل ما ينزل هندخل على الواتساب من فوق هنبدأ نبحس عادي عن الواتساب هتبدأ تكتب وهو زي ما انت شايفين هو تقريبا نزل يعني بس انت ممكن تدخل عليه من هنا زي ما انت شايف هو قال لك عشان تشتغل او تشغل البتاع ده لازم ان انت تنزل البلاي ستور فاحنا هنعمل له عادي بس هو عندنا تشتغل علشان زي ما انت شايف فتح نافذة تانية فحن اننا هندخل على النافذة التانية دي بقى نافذة فحن نبدأ نستنى زي ما انت شايف هو برضو ما بيطولش وده على حسب سرعة الجهاز عندك فزي ما انت شايف او امكانيات الجهاز يعني زي ما انت شايف 98% كده فتح معنا فهو بقى بيبدأ يقول لنا ان احنا هنبدأ نسجل دخول وحاجات كده هنبدأ نجري الكلام ده. هنا بتعمل عشان تبدأ تدخل بتاعك. بتاع جيميل بتاعك. هتبدأ تدخله هنا. ان انت اكنك بتعمل موبايل جديد خالص. فانت هتبدأ تعمل هنا الايميل وتحط الباسورد. هندخل الايميل والباسورد ونرجع لكم تاني. طيب يا جماعة وكده نبقى نزلنا البرنامج. البرنامج اشتغل معنا او اشتغل كل اللي احنا هنيجوا ان احنا هنعمله هنا في هنيجي نكتب واتساب. زي ما انت شايفة هو الحاجة طلعتني. فانا هبدأ اعمل او ممكن تيجي كمان على الواتساب وتجي الكاتب واتساب ويب. واتساب ويب ممكن تنزله برضو. وتبدأ ان انت تشغل اي برنامج واتساب ويب على الجهاز بتاعك. او ممكن بالواتساب العادي. وتبدأ ان انت تتحمل النسخة بتاعتك عادي على الجهاز او ممكن الواتساب ويب دي. وتبدأ لو انت عندك هجهاز وعايز تشغل على جهاز تاني هتنزل نسخة طبعا واتساب ويب. وكده هتبدأ تحمل معاك النسخة وخلاص تقدر تشغل البرنامج. ممكن برضو تجيبها بطريقة تانية ان انت تيجي هنا عند الابس. وهتلاقيها على طول موجودة. يعني انت لو جدت هنا عند لو نزلت هتلاقي الواتساب اهو طبعا. دي يا جماعة تاني طريقة. في طريقة تانية برضو. في كزا طريقة. الطريقة اللي بعدها ان احنا هننزل برنامج اسمه وطريقته برضو موجودة عجاز ازاي تنزله. انت كل انت بتعمله ان انت بتفتح برضو اي متصفح. وبتيجي هنا تكتب له. يعني الطريقة مش صعبة. فانت هتدخل عليها بالمنظر ده وحتبدأ تختار اول حاجة. وهتشوف النسخة اللي انت المفروض تنزلها. عشان تشوف جميع الاصدارات. هتختار النسخة للاصدار اللي انت عايزها. انا كنت شريحها بالتفصيل في فيديو قبل كده. ممكن تقدر ترجع له وتشوف الكلام فيه على ايه. فالمهم زي ما احنا شايفين النسخة بتفتح معنا بالمنظر ده. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنشغلها. طبعا هي بتنزل كزا نسخة مع بعض. فانت ممكن تنزل اي اتشغل اي نسخة. فانا مسلا شغلت. هنبدأ نستنى طبعا يدخل على البرنامج. زي ما انتم شايفين يا جماعة كده النسخة بتحمل معنا. هنبدأ نستنى يعني هو بيفتح مش بيحمل. طريقة تحميلها قولنا سهلة جدا. فزي ما انتم شايفين هو المفروض خلاص ان هو خلص. هيبدأ يفتح لنا البرنامج ومنه هنبدأ ان احنا نختار. طيب يا جماعة زي ما انتم شايفين عندنا فتح البرنامج بالمنزر ده عندنا ان طبعا النسختين اشتغلوا. انت هنا كل انت عايزوا ان انت لما تيجي تحتاج تنزله هتيجي هنا في وتكتب الواتساب. طبعا ده الجيم لوب مرخم وعايز يفتح كل شوية فحنيجي هنا نعمل الواتساب. وهتبدأ ان انت تعمل سيرش ان جوجل بلاي. هيبدأ يفتح معاك الجوجل بلاي بالمنزر ده. هتبدأ ان انت تستنى طبعا يخلص انت لو عايز تكبر الصفحة دي بتدوس علي اف ا Latinos عشان الصفحة تكبر. اه زي ما انتم شايفين اف اflاشر بتكبر الصفحة وتنزلها زي ما انت شايف هنا الواتساب. بالمنزر ده كل اللي هتعملو ان انت هتدوس علي من هنا. وهاتبدأ ان انت تعملو او من بره على طول. طيب لو عايزة تنزل والساب هنا طبعا حاجات والواتساب موجود. وكل انواع الواتساب هتلاقيها موجودة. يعني كل الكرو crnائات اللي على موبايل هتلاقيها طبعا موجودة. فانت بتيجي تبحس على اللي انت عايزه وبتنزل النسخة اللي انت عايزها. كده يا جماعة احنا كنت نبقى تكلمنا عن تلات طرق لطريقة التنزيل. قلنا اول طريقة. الطريقة اللي هي بتاعة مايكروسوفت ستور. ودي احسن طريقة خصوصا لو انت ويندوز تين او ويندوز اليفن. الطريقة التانية عن الجيملوب والطريقة التالتة البلوستيكس. وعندنا برضو طريقة رابعة وفي كزا طريقة تانية ممكن ننزلها به. ان انت بتنزلها اصلا من البرنامج اللي جوجل بلاي اصلا منزلها للكمبيوتر. فكده يا جماعة شفنا الطرق كلها يا جماعة زي ما اتشايفين دي احسن الطرق. في طرق برضو تانية ممكن نتكلم عليها في فيديوهات تانية بس دي احسن الطرق. وخلي بالكم البلوستيكس والجيملوب ما بينزلش على اي جهاز لازم الكانيات بمواصفات معينة. فخلي بالك وانت بتنزل البرنامج لازم تدخل تبحس الاول على بتاعت نفسه عشان تعرف حتى تتوافق مع الجهاز ولا لا. طبعا احنا اتكلمنا كده مع بعض عن الطرق دي بس الطريقة دي فشلت معنا اني لسه ما نزلتش عليها فعنشيل الطريقة دي. وطبعا فبس يا جماعة كان هو ده الفيديو تمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم في الفيديو. طبعا قبل ما تقفل الفيديو اعمل لايك للفيديو اشترك في القناة فعلي الجرس وما تنساش الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. اشوفك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله كتب لي رأيك في الكومنتات وكتب لنا حبيب تتعمل ايه او نعمل فيديوهات عن ايه واحنا ان شاء الله هنعمل الفيديوهات دي وبس يا جماعة نشوفك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته